السلام عليكم متسابعي قناة وصفتي السريعة اليوم دي نقدم لكم كيك بدون فون رائع وسهل التحضير والمضاق رائع بلعجبكم الفيديو ديالناديا لو ما تنسوش الإعجاب للفيديو الاشتراك في القناة وتفعلوا دائما الجرس ليصلكم الجديد خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة عندي كمكونات في هذا الوصفة عندي هنا بكية ونصف من البيسكوي عندي ملعقتين كبيرتين من الزبدة تكون دائبة وعندي ياغورت أو الزبادي وغدي نخلط جميع المكونات أول حاجة كناخد الزبدة وغدي نضيفها على البيسكوي وكنخلطها مزيان كتدخلوها فيها مزيان ثم كتتاخدو الزبادي أو الياغورت ثم كتبدو جمعه يكون متماسك كناخدو هنايا المونتعنا وكنخوي البيسكوي نتاعي في المول المول لازم يكون مدهون من الأحسن باش كي يزول لكم بسهولة وكنضغط على البيسكوي بالملعقة بهذه الطريقة هذي باش كيتبتليكم زيان هنا عندي كطبقة وضعت المونتعي 60 جرام مل حليب المجفف استعملت هذا كنوع اللي وردكم وياغورت أو الزبادي علبتين بلاقتين كبيرتين من السكر الخاشين أو سكر الحبيبات والفانيلا 15 جرام كناخدو إناء ونضع الزبادي أو الياغورت في الإناء ثم كنضيف الفانيلا ثم أضيف المحليب المجفف سكر الخاشين أو سكر الحبيبات والفانيلا ونخلط جميع المكونات جيدا ثم نوضعهم على الطبقة الأولى ونصرحهم زيان كتقدوهم زيان ونوضعها في الفورن اللي أسبق لي شعلته بمدة عشرة ديالتقائق كيتماسك لي فقط الطبقة الثانية ونخرجه من الفرن كنوضعه في طلاج هنا ينديك طبقة ثالثة 250 مليلي لتر من الحليب كيس واحد من الفلان بينك هات الفانيلا منك اختياري اللي كيتخلط في نصف لتر من الحليب ملعقتين كبيرتين من كريم باتيسير ملعقة كبيرة من الكاكاو المور ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الدوابان كناخد كسرول كنوضع فيه الحليب ثم الفلان بنكهة الفانيلا قهوة سريعة الدوابان كاكاو المور ملعقتين كبيرتين من سكر الخاشن ملعقة كبيرة عفوا من الكريم باتيسير كنخلط جميع المكونات جيدا حتى ما كيبقى ليش الكوائرات وكنوضعها فوق النار هنا يبدو ما وضعتها فوق النار لازم مع التحريك المستمر دائما ما تحبسوش من التحريك وكتاخدوا الطبقة ديلكم طبقة نساوكم لوضعته في التلاجة وغادي تفرغوها لها طبقة ثالثة بسرعة وكتسرحه بهذه الطريقة هادي صافي انا هنا يام بعدما تمسكت ليه فقدين ناخد داني تشوكولا وقدينوضعها عليه بهذه الطريقة هادي علبتين من داني تشوكولا كناخد واحد الملعقة فقدينيه من داني تشوكولا وكنوضع خطوط بهذا الشكل هادا وقدتاخدوا الشوكولا للدان او الشوكولا كتدوبها وكتزينوا بيابة طريقة هادي انا هادي نقطعها لشكل مربعات ثم هادي نوضع لها حبيبات الشوكولا وتزين كيبقى اختياري لكم تزين كيبقى اختياري لكيبقى اختياري لكم تماما ثم كنقدموها بصحة ولعفية كتجيب فعلا لذيذة ورائعة وكان هذا هو الشكل النهائي بصحة البيسكوية انها متماسكة وجميع طبقات متماسكة فيلا يجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم ما تنسوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا دائما جرس ليصلكم الجديد لقف وصفة وصفة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم